اشتركوا في القناة موضوع يتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب المؤسسات الإعلامية طبعا عفاف ضجت وسأل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر وكان هناك معارضة شديدة على كل قضية تأفت العنف من جهة واستهداف النساء والفتيات اللي طالبات للعلم بدون أدنى شك من جهة أخرى طبعا هذا الحادث كان متواجد أو موجود في الجامعة الأمريكية في جينين وهي طالبة طالبة للعلم نتحدث عن هذا الموضوع أكثر عن كل التفاصيل وحيثيات هذه القضية مع ضيوفنا اللي رح ينضموا إلينا عبر الهاتف المقدم لوئي زريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في جينين ومعنا أيضا دكتور فواز حمد مدير مستشفى الرازي اللي اهتم في هذه الفتاة وقدم لها العناية منذ الحادث وحتى هذه اللحظات سيادة المقدم رح أبدأ معك المقدم لوئي زريقات معك سنتحدث قليلا عن تفاصيل هذه الحادث كيف وصلت إليكم المعلومات الأولية وكيف تعاملت الشرطة الفلسطينية مع هذا الحدث نعم صباح الخير لكم صباح الخير لسادة المشاهدين ولضيوف ضيفك الكريم الدكتور اللي تابع هذه الحالة هو والأطباء شكرا لهم جزيلا على هذا الجهد الكبير الذي بذلك طبعا الشرطة أبلغت من خلال المستشفى بالدرجة الأولى ومن خلال بعض المواطنين أيضا من مصادر الطبية بأن هناك فتاة بالقرب من الجامعة الأمريكية تعرضت لأبطان تم تحريك المركبات الإسعاف وتمنقلها وكذلك يستقبلها الإخوة في مستشفى الرازي مشكورين وقاموا بجهد كبير طبعا حالتها كانت حرجة والدكتور أكيد بقدر يعطيكوا تفاصيل الحالة الطبية لكن الشرطة والأجهزة الأمنية على الفور تحركت للمكان ألقت القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم بارتكابهم هذه الجريمة وسير الدوريات في المنطقة الأمور مسيطرة عليها ولدائي للقلق نحن ندعو الجميع إلى التروي وعدم الاعتماد على الإشاعة للأسف يعني مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الكثير من الإشاعات نحن نطلب من الجميع التروي أخذ المعلومة من مصادرها نحن على تواصل مع الإعلام وممكن أن نعلم الجمهور بكل تفاصيل هذه القضية الأمور الآن في التحقيق في لحظة الانتهاء من مجريات هذا التحقيق سيتم إطلاع الجميع على نتائج هذا التحقيق لكن لابد من دعوة الجميع مرة أخرى إلى التروي وعدم التعاطي مع الإشاعات نحن نتحدث أيضا مع دكتور فواز مجددا دكتور صباح الخير لحضرتك لو تحدثنا عن وصول الفتاة إلى مستشفى الرازي لحظة وصولها ما هي الحال الصحي ما هي الخدمات الصحية التي قدمتها لإلها وأيضا في هذه اللحظات هل وضعها مستقر أم ما زال يعرف في حال خطيرة صباح الخير لكم جميعا طبعا هذه الفتاة أدخلت إلى مستشفى الرازي عبر قسم الطوارئ والحوادث من خلال إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني والذي كان سرعة احتجابته للحادث دور كبير في إنقاذ حياة هذه الطالبة وحضرت إلى قسم الطوارئ وكانت عالي من أربع الطعنات في الصدر والباطم وفقدت كميات كبيرة من الدم حيث أن إصابتها كانت في الكبد والطحال والحجاب الحاجز والرئة وما أن وصلت إلى قسم الطوارئ حتى توقف القلب بدأ فريق الإنعاش في مستشفى الرازي والمكون من 15 طبيبا وممرضا وطبيبة تخدير بإجراءات إنعاش لها استمرت لمدة نصف ساعة إثر ذلك عاد القلب إلى النبض مرة أخرى كمنا بنقلها فورا إلى قسم العناية الحديثة حيث تم التعامل مع هذه الحالة ووضعت على جهاز التنفس الصناعي بهذه الأثناء أيضا عاد القلب إلى التوقف مرة أخرى بسبب وجود نزيف حاد كمنا على الفور بنقلها إلى قسم العمليات حيث تم إجراء عملية لإيقاف نزيف الدم من الكبد والطحال وتذكير الحجاب الحاجز وتم وضع أنابيب لاستخراج كميات الدم الكبيرة التي كانت تصدر والتي كانت تضغط على الرئة الآن الحمد لله في الليل بدأ وضعها يستكر في هذا الصباح حضرت أمها وتحدثت معها وتكلمت معها وهي الآن في وعين كامل ولله الحمد وهذا إنجاز كبير نفتخر به أن كمنا بإنقاذ حياة هذه الصالبة ألف شكر طبعا مباركة أجهود الطبية ورسل الإنسانية في مستشفى الرازي طبعا رح أنتقل إليك مجددا مقدم لوئي لنتحدث معك عن خصوصية هذه الحالة نتحدث عن طالبة جامعية من الداخل الفلسطيني تدرس في الجامعة في جنين يعني كيف سيتم التعامل مع هذه القضية من ناحية قانونية ونحن قد علمنا أنه بالفعل تم إيقاف ثلاث مشتبهين في هذه القضية الشرطة الفلسطينية ماذا سيكون موقفها وهل سيتم تسليم هؤلاء المشتبهين إلى الشرطة الإسرائيلية يعني التعامل منذ اللحظة الأولى تعاملت الشرطة والأجهزة الأمنية وبتحديد الإخوة فيها الأمن اللقائي بجدية تامة مع هذه الحادثة وتم القاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بهم بوشرة بالتحقيق معهم يعني في الحالات المشابهة لهذه الحالة نعم سيتم تسليم هؤلاء الإخوة فيها الانتباط العسكري واللي بإمكانه يعني يسلم الملف ويتم اتخاذه بشكل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص لكن نؤكد على نقطة بأن هذه من الحوادث النادرة نحن نهتم بكل طالب يعني يصل إلى الجامعات لكل فلسطينية إنما تواجد هذه الحادثة قد تكون الأولى في جامعاتنا دوريات الأجهزة الأمنية دوما متواجدة في هذه المنطقة الحالة عادت إلى الاستقرار بشكل فوري بعد هذه الحالة لا داعي للقلق كل فتياتنا وكل شبابنا القادمين من الداخل الفلسطيني هم مسؤوليتنا وتوفير الأمن لهم هي مسؤولية تقع على عاتق الأمن الفلسطيني بالتنفيق مع الإخوة في الجامعات واللي أيضا لديهم بعض الموظفين في السكنات وفي الجامع أيضا يساهمون في هذا العمر نعم دكتور ريفواز أخيرا نحن جدا مؤمنين بمهنيتك والإمكانيات المتاحة أمامك لعلاج الفتاة ولكن هل هناك مطالبة من قبل أهلها أو هل يجري الحديث عن نقلها إلى مستشفى في إسرائيل نعم الأهل الآن وبناء على رغبتهم يرغبون بأن يكون علاجها في منطقة قريبة عليهم نحن لا نمانع في ذلك لأن وضع الفتاة الآن استقر لكن هناك إجراءات لابد اتخاذها مع الشرطة الفلسطينية لأنه ربما يكون هناك بعض أطراف التحقيق تقتضي بقاءها في المستشفى لوقت معين ولكن من الناحية المبدئية لا مانع من نقلها بعد أن استقربتهم ألف شكر لكم على هذه المدخلات الهاتفية كنتم معنا من جنين المقدم لأي ازريقات ودكتور فواز حمد ألف شكر لكم على هذا طبعا المجهود أولا وعلى توفيركم لكل المعلومات أيضا هذه خدمة إلى جمهور الفلسطيني اللي بحاجة يعرف كل تفاصيل هذه الحادثة مشاهدين الأعزاء الفيديو الذي كنا نشاهده عبر الشاشة قبل قليل هو من تصوير أحد الطالبات وهو يوثق اللحظات الأولية لحالة أطعن أمام الجامعة الأمريكية في جنينها نشاهده مرة أخرى حالة من الهلع والخوف أصيبت طبعا العديد من الطلبة الذين كانوا متواجدون في المكان لكن عفاف أجانب المشرق لهذه القضية وأكدوا المقدم له أي ازرقات بأنه بالفعل هذه من الحالة تسجم الحالات الأولية في قضية الاعتداء على طلبة من الداخل الفلسطيني لكن طالبين للعلم في جنين صحيح نتمنى الخير والصحة والشفاء العاجل للفتاة ومثل ما تحدث أيضا المقدم ليلة وإحنا يمكن في سياق منفصل تحدثنا في صباحنا غير أكثر من مرة عن ما يحدث في تناقل مثل هاي الأحداث والتفاصيل يمكن اللي لا تموت للواقع بالصيلة فهذا الماراثون في نقل يمكن التفاصيل يجب دائما يعني العودة للمرجعي وبهاي الحال نتحدث عن الشرطة الفلسطينية ومثل ما ذكر المقدم راح توفينا بكل التفاصيل